إلى ساعة كورانتي ببورجيس باسكايا بيلي كراملين تشد أنظار شعب الروسي لضبط عقارب ساعتهم لتوضيع سنة الجارية واستقبال العام الجديد تنصب أشجار الميلاد بالصحة العامة وتزين شوارع المدن بسلاسل الأضواء في مشهد يوحي بأن البلاد على أهبة الاستعداد لاستقبال عام 2021 يتم الاحتفال بالعام الجديد في روسيا عبر برنامج ثري وممتع نظراً لأن هذه المناسبة تعد أهم عيد في روسيا والذي تنتظره الأسر الروسية للاجتماع والاحتفال وتبادل الزيارات مع الأهل والأقارب الاحتفالات بالعام الجديد في موسكو لها تقاليد خاصة فساحة العاصمة تتحول إلى ما يشبه المسارح المزينة بأشجار الميلاد ونماذج تحاكي ثقافة روسية الساحة الحمراء الوجهة المفضلة للكثير من الروس لاستقبال العام الجديد ارتدت حلتها الجديدة التي تمازجت فيها مظاهر الشتاء الروسي القارس مع دفء مصابح أشجار الميلاد ككل سنة نجتمع في المساء في الساحة الحمراء هنا ننتظر دقات ساعة كورانتي وإعلان دخول السنة الجديدة هذه عادة لا نستطيع التخلي عنها وعلى الرغم من الحظر الجزئي المفروض في روسيا على عمل المطاعم ومراكز الترفيه بسبب جائحة كورونا فإن الكثير من المواطنين فضل الخروج والاستمتاع بالمناظر الجميلة استعدادا لاستقبال العام الجديد عادة ما أحتفل بالعام الجديد برفقة العائلة لسيما هذه السنة في ظل ظروف وباء كورونا سأكتفي هذه المرة بالتجوال وتهنئة أقاربي الاحتفالة بالعام الجديد في روسيا لها نكهة خاصة فروسيا تستقبل حلول العام الجديد 11 مرة نظرا لاختلاف التوقيت والتساع المساحة فانطلاقا من أقصى شرق الروسي مرورا بسيبيريا حتى كرينجراد تستعد المدن والمقاطعة الروسية لتوديع السنة الجارية واستقبال العام الجديد وأحياء أعياد الميلاد لم تمنع جائحة كورونا الشعب الروسي من الاحتفال بالعام الجديد وعياد عيد الميلاد وفق العادات والتقاليد الروسية فمدينة موسكو وكبرى المدين الروسية تزينت بأبهل حلل لاستقبال عام 2021 وحياء عيد القداس وفق تقويم الكنيسة الأرثوثوكسية يوسف بيقار الغد موسكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة